بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مكرر جبر المصفوفات ومع الجزء الحادي عشر من الدرس الثالث تمارين على جمع وطرح وضرب المصفوفات في عدد قياسي المطلوب منا هو إجراء هذه العمليات على المصفوفات المعطاء إن أمكن وإن لم يمكن ذكرنا السبب في البداية المطلوب هو إيجاد حاصل جمع المصفوفة دي زائد المصفوفة يساوي يساوي نجمع كل عنصر مع العنصر المقابل واحد وستة سبعة خمسة وواحد ستة اتنين وثلاثة خمسة طيب إذا قلت لكم أحبائي حاصل جمع المصفوفة ا زائد المصفوفة ا هل هذا ممكن؟ لا يمكن لماذا؟ لأن المصفوفة ا من الأبعاد ثلاثة في اتنين والمصفوفة ا من الأبعاد ثلاثة في ثلاثة وكما نعلم أن نشرت جمع مصفوفتين أو طرحهما أن تكونان من نفس الأبعاد فهذا غير ممكن المطلوب الثاني هو دي ناقص اي نطرح اي من المصفوفة دي نطرح كل عنصر من العنصر المقابل له المطلوب التالي هو خمسة اي بمعنى أن نضرب العدد خمسة في كل عناصر المصفوفة اي يساوي خمستاشر صفر سالب خمسة عشرة خمسة خمسة المطلوب الأخير سالب سبعة سي نضرب العدد سالب سبعة في كل عناصر المصفوفة سي واحد أربعة اثنين ثلاثة واحد خمسة ساوي سالب سبعة سالب تمانية وعشرين سالب أربعة عشر سالب واحد وعشرين سالب سبعة سالب خمسة وثلاثين